الحاجة الأخيرة اللي حابة أتكلم عنها في تطبيق الـ iMessage هو طريقة عرض الروابط فالآن لو وصلك رابط على اليوتيوب بإمكانك مشاهدة من داخل تطبيق الـ iMessage ولو وصلك رابط لأي موقع مثل هذا رابط موقعي راح يعطيك نبذة عن الموقع فننصحكم الدخول على الموقع أو تحميل تطبيق زامن عشان تتأكد أن يوصلك كل جديد الحاجة الثانية أنه لما تجي تضغط على معلومات أكثر فالآن بإمكانك تفعيل خيار قراءة الرسالة لكل مستقبل على حدة وأيضا غيره طريقة عرض المرفقات فالآن مقسمة إلى صور والمرفقات الأخرى الحاجة الأخيرة اللي نسأت تتكلم عنها ونتكلم عن التطبيقات في الـ iMessage أنه الآن بإمكانك تغيير ترتيبها أو حذفها لوقت ما تحتاجها فمجرد الضغط عليها بإمكانك إعادة ترتيبها أو حذفها هذا كل ما يخص الـ iMessage لا تنسون اتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشرون الفيديو وراح أكمل إن شاء الله شرح باقي المميزات